محطتنا التالية راح تكون مع فريق سوري اجتمع تحت شعار المحبة والسلام واشتغل لنشر المحبة بإرجاء الوطن وبمعظم وبكل المحفظات السورية عبر فعاليات ونشاطات عديدة ومتنوعة خلينا نرحب بقائد تجمع شباب المحبة والسلام السيد أنور محمد أهلا وسهلا فيك وأيضا نرحب بضيفنا الملحن السيد خالد فؤاد حيدر أهلا وسهلا فيك الله يسعد صباحكم بداية رحمي الأروح الشهداء والشفاء لجرحانا والنصر لجيش نوقع أدنى أكيد خلينا بالبداية إذا بدك قبل ما نحكي نسمع كنت عم تجهز العودة ستارز خالد حضرنا شيء نسمعوا هيك سريعان يا وطن إن هجموا الغيلان طهرهم بترابق علمهن إنه الأديان محفورة عبوابك يا وطن إن هجموا الغيلان طهرهم بترابق علمهن إنه الأديان محفورة عبوابك إنه الكلمة إم وبيب إنه الخي بيبقى خيب والدم عمره ما بيصير معي يا وطني يا وطني برفع راسي فيه ما هتما يعني بالبداية كما عنا بدنا نحكيه شو هو تجمع الشباب المحبة والسلام؟ الحقيقة بالألفين وأربطاش بأربطاش شباط ألفين وأربطاش أسسنا فريق اسمه فريق الرحالة السوري للمحبة والسلام كان فريق رياضي يطلع ضمن المحافظة سيرا على الأقدام حتى نطمن أهالي بالمحافظات الثانية أنه بلدنا بخير فصار ينضم للفريق من كل الأطياف والألوان من كل الاختصاصات من كل المستويات كبر العدد وصار عنا اختصاصات متعددة فصارنا نعمل كل الأنشطات الثقافية الفنية البيئية الرياضية وتكريب أسر شهداء وجرحة طبعاً إحنا ما منكرم منتكرم فيهم وتوسع وصار العدد كبير وصار إنا تقريباً أغلب المحافظات عنا فرق تتعاون مع الفريق اللي هو موجود بدمشق عنا كتير أكتر من ستين عمل وطني بكل المحافظات حتى بلبنان عملنا مجموعة أنشطة وفي عنا فريق كمان بالجنوب مع فريقنا وكل ما عملنا فعالية أغلب الفعاليات اللي بتصير بدمشق بيجي يوفر من لبنان بيشارك معنا بالنشاط والفعالية طيب أستاذ خالد خلينا نحكي كيف تم التعاون بينكم بين فريق المحبة والسلام وعلى أي أساس هيك تمت هاي التشاركية والله هي يعني بلشت بشكل كتير طبيعي نحنا قفيزة بيجمعنا صداقة أنا والسيد أنوار وزوجته الدكتورة سيهام عبود اللي بدأت تتفكر بأنها تأسس جمعية يعني لنشر الفرح الثقافة خاصة هم تعرفين كيف كانت الظروف ببلدنا الحمد الله إن شاء الله أزمة وراحت إن شاء الله نحكي عن شي جديد فبلش الفكرة نعمل حفلات للأطفال لأبناء الشهداء نحاول ندخل الفرح يعني شوي لقلب الناس اللي كانت في عندها خوف وألأ فنحنا منعرف بعض وأنا بلشت يعني يكون حدا عم أدي دور ضمن الشي اللي بفهم فيه الشي الثقافي الفني الموسيقي صرنا ندرب أطفال بالشعر بالمغنى لأننا صرنا نحتاج لما نروح نعمل حفل بدنا فريق يشتغل يشتغل حدا يغني حدا يقدم شعر فبلشنا نشتغل على هذا الموضوع تمام وطبعا ما كان فيه شغل فردي من شان نحكي نحنا الفريق كل اللي بالفريق بوجهه لهم تحية بدون استثناء أي حدا لأنه كل اللي عم يشتغلوا بشكل كثير حدوء هيك يعني نعم أكيد هو جهد جماعي مانو جهد خاص ولكن خلينا نركز على نقطة الفن وتعليم الأطفال الفن اليوم عم نمرو كثير بظروف صعبة يمكن أهم شي أنه نحنا نفرغ طاقات الحرب طاقات الضغط اللي عم نعيشها من أطفالنا ليهن نجيلنا لمستقبلنا ليهن نأملنا للمستقبل بأنه نعلمون موهبة نفرغ لهم شوي من الضغط اللي عاشوا فيه أديش اليوم مهم الفن الموسيقى تفريغ الطاقات من قبل الأطفال بتجمعات تعنى بالأطفال وهي شبابية الفن هو ثقافة هو بتشكل الإنسان من مجموعة فنون من ما بين شعر ونحت ورسم وبتشكل ثقافة شعب نحنا في عنا فهم لشيء بأنه سوريا بلد الفنون بلد الحضارات العملة السورية فئة الخمسمائة ليرة محطوطة عليها صورة منحوطة موسيقية تعتبر الأقدم في العالم وجدوها فهذا نحنا بلدنا بلد ثقافي بفترة من الفترات حاول ينشر ثقافة رعب وثقافة جهل فبدو يكون في حدا مقاوم لهذا الشيء عاد واجب وطني الفن واجب وهو فعلا رسالة لأنه اليوم بيتشكل ثقافة إنسان من خلال مجموعة فنون ولكن نحن نحضر صار في معنى بالفريق أشخاص مثل ما حقا أستاذ أنور بأنه من كل الأطياف ولكن نحن بالفعالية القادمة كمان مشارك معنا مونسونيور بحب وجوله تحية وأديب هو أديب كبير أدعدهم يعني أكثر من 35 كتاب وبيحكي خمس لغات فلما نشاف المشروع على أنا أتمنى بأن يشارك وقدم شيء ألقي يعني شيء أحكي بهذا الموضوع لأنه النتيجة هي بناء الإنسان هو أهم شيء والإنسان يبنى من خلال ثقافة يعني من خلال مفردات كيف تعلميه هالثقافة اللي بتزرعيها فيه بيتشكل منا فنحن عاما نحاول بأنه قدر الإمكان نزرع ثقافة المحبة وثقافة السلام ثقافة الفكر والاطلاع والثقافة بكل أشكالها طيب أستاذ أنور خلينا نحكي يعني باللشته كفريق متل ما قلنا رحالة بيئة المحافظات السورية وكبرت هاي النشاطات والفعاليات خلينا نحكي عن هاي التشاركية الفنية الثقافية قديش مهمة اليوم وفعليا ضمن الظروف الصعبة اللي عم نعيشها فمو فقط سنوات حرب قاسية كمان وضع اقتصادي ومعيشي بتلاقي يمكن بدنا هيك شوية تنفيسة صغيرة شوي هلا هو بالبداية كان فيه إشاعات المنطقة الفلانية سقطت نتشكل فريق مجموعة من الصبايا والشباب وننطلق باتجاه المحافظة وننطلق منا سيرا على الأقدام أطلعنا مرة من درعة إلى دمشق ضلينا أربعة أيام آآ بعده من الجنوب السوري من السويدة إلى جنوب لبنان طبعا هي هذا المشروع كان وفاء لشهداء الجيش العرب السوري اللي قضوا بجنوب لبنان دفاعا عن أرض لبنان وشهداء اللي استشهدوا بجنوب سوريا دفاعا عن أرض سوريا ندم واحد وهدف واحد وعدونا واحد فكان بداية مشاريع رياضية وحتى مثل ما حكيت أنه الناس تكون مختاحة ما تصدق الإشاعات والإزاعات المغرضات وبعدين نتطور من الرياضي لثقافي لفني لعنا مجموعة أعمال مسرحية معنا فنانين كمان ووجه لهم شكر الأستاذ باسي الفتال، طارق زعتار، غرام العلي نعم مجموعة كبيرة إن شاء الله نحن الفريق ما تشكل بنوعية محددة يعني حتى الداعمين دائما الحقيقة إذا بيحكيها الواحد بيرتاح ما يكون في تكلف إن كان على شاشة التلفزيون أو ببيت أو بعيد هاي الثقافة الحقيقية نحن تشكل الفريق تبعنا بمجهود شخصي بالبداية وفكرة كبرت مع بعض يعني في من الفريق ناس هن موضوا من هاي الأنشطة ولكن كانوا داعمين محامين الأستاذ بشار غنيم ستها نائم كنة أسماء كبيرة ما بدنا نحن نفوت نعم الأسماء مشان ما معنا نفسه هذا نحن دخل معنا ناس كانوا عم بيبزلوا مجهود كثير كبير أنت بجوز تفكري بأنه فريق يعني كثير صعب بأن الواحد بأثناء الأزمة والقصف وكذا يكون عم بيغني ويكون عم بيقدم حفل هاد مقاومة بحد ذاته هذا لنشر الحياة بينما الناس عندها هلاع واحد عم بي هاد طب نفسي واحد عم بيقولهم بيقوله خلونا نغني ونعيش الفرح عم بيمرق الوقت وبيعطي أمل وحياة فهدول الناس اللي بزلوا مجهود وما كانت جهات رسمية كانت بالبداية أفراد عم يشتغلوا وبعدين طبعا صار في تعاون يعني مع مجموعات وناس كثير قدمت للخير نعم تاز أنور خلينا نجع نحكي عن هالتجمع يعني حكينا شوي تفاصيل قمت فيها وفعاليات شملت عدد كبير من المحافظات السورية ولكن اليوم صار عنا كثير من الإفنتات ومن الفعاليات ومن التجمعات الشبابية دائما إلون هدف وإلون غاية وإلون أمل وحلم لهذه التجمعات دعونا نحكي وين حابين توصلوا ما هي الفئات اللي حابين تستهدفوها ضمن تجمعاتكم أكتر شي رح تركزوا فيه وكل المرحلة أكيد هي بتطلب اهتمام من من أي جمعية وأي فعالية وأي تجمع يعني من عم نمرق بالظروف في إلى اهتمامات الخاصة ولكن إلى بعدين شو هو الهدف؟ هلا هو بالبداية كان فيها ثقافي وفكر أسود عم ينتشر فنحنا استهدفنا بالأطفال صرنا يعني نجمع أكبر عدن الأطفال نطلع نشتغل أنشطة بيئية ناخدهم على الغابات يزرعوا شجر نعمل مسير شموع ليلي نمشي مسافات نمشي الأطفال معنا طبعا من خلال هالأنشطة بتعززي ثقافة محبة الوطن عند الطفل وقت اللي بيشارك بهالأنشطة صحيح موسيقى يعني وصلنا بمرحلة من مراحل أكثر من مئة طفل عم يشاركوا معنا بمسرح دار الأوبرا مكتبت الأسد مراكز ثقافية بكل المحافظات مجموعة كبيرة من الأطفال يلقوا شعر أنا برجها تحية وشكري كبير للشاعر اللبناني الكبير كمالك بيسي اللي هو دائما بيكتب أجمل قصائد هو محب وعاشق لسوريا أجمل قصائد عم يكتب للأطفال إيه فنحنا استهدفنا لشريحة الأطفال حتى نعزز محبة الوطن عنده بالإضافة أنه نحنا المشاريع البيئية المطلع المزرع بالغابات اللي اتعرضت للحرق بالإضافة لأضرحة الشهداء منزورها منخلي الأطفال يوزعوا يحطوا ورد ويقروا الفاتحة على أرواحهم مشان نعرفهم ونعلمهم أنه نحنا شهدائنا ما مننساهم فأغلب المحافظات اطلعنا عملنا فيه أنشطة بيئية يعني فيه عندنا رسيد هائل من الأنشطة البيئية وأعداد الأشجار اللي انزرعت أكيد مجهود كبير عم تقوموا فيه بالختام إذا بتحب توجه كلمة أستاذ خالد أو الأستاذ أنور عم تحاول يمكن تعملوا نشاطات وفعاليات إلى عنعكاس إيجابي على المجتمع المحلي وتشاركية مع المجتمع المحلي يعني إن شاء الله هلأ فيه شي جديد نحنا نعمل نشاطات عم نعمل نحضر لأوبارات غنائي إن شاء الله يكون على على مستوى إلي يا رب مع الأستاذة حفيظة قبيطة الكاتبة الأديبة ففينا صلى عم نشتغل عليه كأوبارات غنائي إن شاء الله بيلا نجاح إن شاء الله نعمل يعني بالختام تحب توجه شي سيد أنور؟ بشكر كل الدعمين لأننا وكل أعضاء الفريق والجميع اللي عم يتعاونوا معنا لأنجح فعالياتنا نتمنى لكم كل التوفيق شكراً كتير لألكم أكيد نتمنى لكم كل التوفيق وناطرين كمان مثل ما قلت الأوبارات يا رب هيك نشوفه مثل ما بتحبه أكتر شكراً كتير لكم شكراً لكم شكراً لكم